هذا التابوت الذهبي لكاهن مصري قديم أعاده متحف المتروبوليتن في نيويورك إلى مصر في أعقاب اكتشاف أنه نهب وبيع بشكل غير قانوني التابوت المزين بدقة والمنقوش عليه اسم الكاهن نجم عنخ يرجع تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد وقال مسؤولون إن التابوت ظل مدفونا في محافظة المينيا بمصر طيلة ألفي عام قبل سرقته عقب اضطرابات سياسية تلت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك ومر التابوت برحلة تهريب طويلة تنقل خلالها عبر دول عديدة نفذتها شبكة دولية لتهريب القطع الأثرية والفنية قبل بيعه منذ عامين بوثائق مزورة لمتحف المتروبوليتن في نيويورك مقابل أربعة ملايين دولار وبعد عرضه بالمتحف على مدى ستة أشهر قدم المحققون بمكتب الدعاء منهات أوائل هذا العام أدلة تثبت للمتحف تزوير وثائق ملكية التابوت ومنها وثيقة تفيد بتصديره من مصر عام 1971 وعن الإجراءات التي اتبعت لاستعادة التابوت أدل وزير الآثار المصري خالد العناني في مؤتمر صحفي بالقاهرة بهذه التصريحات اللجنة طلبت مستندات الخروج للقطعة المنسوبة إلى خروجها من المتحف المصري بالشهادة من المتحف لكن القطعة مش من المتحف 1991 الشهادة هي شهادة مزورة وهناك أدلة كثيرة أثبتت أن الشهادة مزورة أخترنا الجانب الأمريكي من خلال وزارة الخارجية المصرية ومكتب النائب العام المصري بجانب الأمريكي تعاون وأجرى تحقيقات موسعة وأثبت أن القطعة المصرية التي اشتراها متحف الميتروبوليتان عام 2017 هي قطعة قرجت من مصر بطريقة غير شرعية وأن مكانها الأصلي هو بمهورية مصر العربية وقال مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في مصر إن التابوت الخشبية ليس كبيرا لكن غلافه الذهبية يحمل نقوشا هيروغليفية دقيقة متعامة بكريستال أسود وعاج ولا زورد ومن المقرر عرض التابوت للجمهور في الوقت المناسب بالمتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة وفي السنوات الأخيرة تسترد مصر كل عام عدة مئات من القطع الأثرية في إطار مسعيها لاستعادة القطع التي تقول إنها هربت أو بيعت بشكل غير شرعي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر